شارك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أهالي بلدة سماكية في محافظة الكرك بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد وعبر النائب هيثم زيادين عن اعتزاز وتقدير أبناء المحافظة بمشاركة سموه أبناء الكنائس في الكرك بإضاءة شجرة الميلاد وفي كلمته لفت مدير أوقاف الكرك الشيخ حمود الضمور إلى العيش المشترك الذي يجمع المسيحيين والمسلمين في المملكة مشيرا إلى القواسم المشتركة التي تشكل أرضية صلبة للاتقاء بين الأديان واحترام الآخر وحضر الحفلة الذي اجتمل على عروض موسيقية عدد من الشخصيات الرسمية في المحافظة وممثلي الكنائس من كهنة وراهبات وحجد كبير من أبناء وبنات الكرك